ليش اليوم وكيف وبأي ضوء أخضر وسط هذا الاستهجان الدولي والعربي؟ يعني من الواضح بأنه هي عملية بمكان ما هي استلحاق تركي ومحاولة لتجميع الأوراق القوة بلحظة انسحاب أمريكي من المشهد تحت ضغط المحاكمة داخل الولايات المتحدة بقلب الكونغرس اللي عم اتعرض للرئيس ترامب وبلحظة انعدام اتخاذ القرار في واشنطن بس هل هو فعلا انعدام اتخاذ القرار أم أنه في شي مشترك صار يعني سبق هذه العملية تهديدات من قبل دونالد ترامب إلى تركيا بأنه سبديه يفلسها للدولة وأنه سيدمرها اقتصاديا هذا التعبير عفتش على التعبير اي لا وفيه قبل يعني سبق هذا الأمر يعني سبق انطلاقة العملية هذا الكلام الأمريكي طيب هل يجروا أردوغان على القيام بهذا الأمر دون ضوء أخضر من أمريكا وكيف سيئة بيت انه واشنطن سحبت قويتها الموجودة في النقاط الحدودية قبل بدء العملية وكيف انه الأكراد بالنهاية وهذه المنظمة بالتحديد قصد هي يعني ابنى مدللة لواشنطن والأكراد هن تحت حماية واشنطن يعني في عدة نقاط ابتداء من السياسة التركية ولحظة اتخاذ القرار بتركيا بالدخول في هذه العملية هو بضوء أخضر أمريكي وبتوافقات مع الأمريكي ولكنها بنفس الوقت هي بلحظة أمريكية فيها انسحاب من الملف السوري مش انسحاب كامل انسحاب له علاقة باحتياجات الرئيس ترامب للتركيز على الدخل الأمريكي اليوم على مسافة سنة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبظل معركة طاحنة عم بيخوضها مع الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي وبهيك لحظات بتقدر القوى الإقليمية والدول الإقليمية مثل تركيا أو غيرها تمرير بعض الأمور الميدانية بالتفاهم أو التفاهم مع الأمريكيين ولكن هذا الدخول التركي بالشكل هو عدوان هو احتلال يعني ما فيه له ولا مبرر حتى لو قلنا بأن الأمريكان كانوا موجودين وفلوا الأمريكان كمان كانوا احتلال وقوات سوريا الديمقراطية قصد هذه القوات تشبه بما كان قوات جيش لاحد عام 2000 لتركها الإسرائيلة تواجه مصيرة أمام ضربات المقاوة هذا ما تفعله وأمريكا اليوم بالأفراد واضح تركه مع الأسف تركت قوات سوريا الديمقراطية وهنا أنا بدي اتفق أنا وإياك على شغلي لما أنا بنتقد قصد ما أصدي انتقد المكون الكردي الاجتماعي كان بسوريا أو بلبنان أو بالعراق نحن عم ننتقد خيارات قوات سوريا الديمقراطية اللي بيّنت أن هي عميلة عند الأمريكان استخدموها بأكثر من اتجاه وبالنهاية تركوها تلاقي مصيرة هذا كلام غرّت فيه الأكراد يدفعون مجددا ثمن خياراتهم ورهانهم على واشنطن هذا كلام كان قايله الرئيس بشار الأسد بأحد خطابته أمام مجلس أمام البرلمان عندما قالوا للأكراد أنه أنتوا رح تكونوا بس محطوطين بالجيبة ورق الضغط رح يتجروا فيكن ببزار المفاوضات يعني رح تكونوا وقود بهذا الأمر وما حدا بيحميكن إلا حكومتكن والجيش العربي السوري بسوريا سمر ما فيه أزمة كردية مثل العراق يعني ما فيه مشكل كردي أصلي بقلب سوريا سوريا فيها رئيسين جمهورية يجوا من أصول كردية أكراد الشام ما صاروا شوام يعني بطلوا يقدموا نفسهم إلا شوام فيه بيلقامشلي وبالشمال شرق سوريا حملة هجورات صارت قبل الـ 2011 وبعد الـ 2011 وجرى الاستفادة منها بتشكيل قوات قصد لتحقيق أهداف كردية يعني بالانفصال وغيرها إيه هيدا اللي بدي إليك هي أنه ما بدنا ننسى حلم الكرد بالانفصال يعني نشتغلوا عليه كتير ومن زمان ونتذكر بالـ 2003 شو صار كمان بمنطقة يتلقامشلي بالتحديد عندما أحرقوا أحرقوا البلد يعني فبس يعني وقت في نكتي هلا بعدين بالسياق بخبرك يا عيدا حب الانفصال وحلم الانفصال موجود من زمان موجود ولكن جرى الاستثمار فيه أمريكيا لتحقيق جملة من الأهداف إلى علاقة بهاي المنطقة هاي المنطقة بتسبح للأمريكي يضغط على العراق ويضغط كان على تركيا وهاي منطقة نفط ومنطقة مياه وثروات وأراضي زراعية منطقة حيوية جدا بالنسبة لسوريا فيه الملف التركي وفيه الملف الكردي بالملف التركي هناك محاولة تركية بعد الإنجازات الميدانية اللي صارت للجيش العربي السوري وحلفائه بأنه يعمل شكل من أشكال المنطقة الأمنة تحت عنوان حماية حدوده من الأكراد والهجمات حزب العمال الكردستاني وغيره تحت عنوان اللاجئين ويعادتهم إلى هذه المنطقة الآمنة بين مزدوجين سيدي من زمين اشتغل عليها هذا طموح قديم من زمين اشتغلت اشتغل عليها إردوغان ما كان عادري حققوا كله حققوا بالتدرج بأجزاء جزء منه بإدلب عبر التنظيمات الإرهابية المسلحة جزء منه بمنطقة عفرين وجرابلوس والباب ومنبج غرب النهر هاي كمان اسمها درع الفراط عملية درع الفراط ما يسمى درع الفراط واليوم عملية نبع الحنان نبع السلام نبع الحنان أشير الأحزان منتحل شخصية نزار أباني بتحسيه يعني هو عم بيفكر بالعنوان العملية مع العلم أن عملية دايما عملياته إلى بصن زيتون عندهم شعر مهم اسمه ناظم حكمة هني بعتاد بيستلهمه هو بيحط العنوانين أو لا يساري هو نعم ترجمة نانسي قنقر